وطبيعي للرسالة توجه إلى رئيس الجمهورية هو صاحب السلطة التنفيذية وهو تقريبا في نظام رئاسي هو اللي يتحمل المسؤولية السياسية في الجنب هذا لذلك طبيعي للاتحاد الدولي للصحفين يوجه إلى رئيس الجمهورية الرسالة هذه معقولة في مستوى مضامينها معقول اضطراد عملية هذه متع تتبع الزملاء الصحفيين يتقلق نحن في مدة نهارين كنا في اجتماع عام في النقابة الوطنية للصحفين التنسيين وتطرحنا العديد من النقاط والمسائل هذه وعمليات هذه الإيقافات المتكررة خاصة بالاعتباد على المرسوم 54 سيء الذكر في حد ذاته وفي حين تم العديد من القوانين اللي يمكن اعتمادها في صورة ما تم إخلالات صحفية خاصة الـ 115 والـ 116 ولو انه معنات هنا للتوضيح هو الزميل زياد الهيني راه ما تمش إحالته تبقى المنشور 54 ولا الزميل سامير سيسي زادة تبقى للـ 54 معناتها يظهر لي ثم نيابة العمومية قاعدة تنوع معناتها رجعت للمجلة القديمة معناتها من خلال بعض النصوص في التحديد هدايا عموما أنا نقول رسالة معقولة جدا من نزم رئيس الجمهورية يستمع للرسالة هذه من مؤسسة هم الصحفيين لأنه أنا دي من ميز ما بين الرسائل خلينا نقول أنا المنافقة من بعض المنظمات اللي تقريبا تحاول من خلالها اللي هي تضغط على تونس من الاتحاد الأوروبي أو من الخارجيين الأمريكية أو من أي دولة أخرى اللي ما تعنينيش أنا بالنسبة لي نعتبرها تدخل سافر في الشأن الداخلي أما الرسائل اللي تهم قطاع من القطاعات مثلا رسالة تكون من القضاة الدوليين ولا من المحامين وتتعلق بنظراءهم في تونس في علاقة بالقضية فأنا مع هدايا التشابك ومع اعتماد هذا النوع من الضغط اللي يكون داخل المجال وتقريبا حتى في نقاشنا وفي تدخل اللي أنا في الاجتماع العام ركزت على الجانب هذا ثم زميل حكا قال لي ماذا ما نمشوش نتقدمه بشكاية قلت لي لي ما تنثل حد شيء أنا قلت له مع الضغط من خلال المنظمات الصحفية النظيرة معنتها على مستوى الدولي والإقليمي والعربي اللي هي تنجم تضغط معنا في علاقة ببعض الملفات هذية من أجل خلي نقوله ديما ضمان محاكمة عادلة لأنه ديما نقوله رأو الصحفي زاد يبقى مواطن من المواطنين أحيانا تشمله بعض التعديات ثم قانون فوق الجميع لكن ديما إذا كان في إطار العمل الصحفي امتاع الصحفي فإنه من المفروض يطبق عليه المرسيم اللي تهم الصحفيين أثناء عملهم الصحفي إذا كانت تجاوزات أو ممرساتهم جرائم تعرأي عام ولا جرائم خارج المهنة الصحفيين فإنه يتحمل مسؤوليته كأي مواطن آخر